السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انتهت مباراة ديربي الجزائر ديربي العاصمة ما بين اتحاد العاصمة وشباب بولزداد بفوز الفريق بنتيجة واحد صفر قبل ما نبدأ نضخف تفاصيل مباراة يا ريت لو انت مش مشترك في القناة تشترك عشان نوصلكم لفيديوهاتنا الجديدة او تعمل اعجاب لو الفيديو عجبك طيب في البداية خلاننا نقول ان ان الفرقين كان اداءهم متقارب اه داخل ارض الملعب شباب بولزداد واتحاد العاصمة كانت فيه هجمات كتير جدا للفرقين تقريبا كان فيه يعني اكتر من من تسعين هجمة اه لفريق شباب بولزداد وايضا تمانين هجمة لفريق اتحاد العاصمة لكن هجمات لا ترتقي اه لتسجيل الاهداف طيب خلينا اقول لكم ان كان الهدف جفت ديئة تمانين عن طريق اللاعب بورديم من اسيست رائع جدا من اللاعب بالخير كانت فيه عرضية طبعا اه اتلعبت من بالخير اه وراحت الكرة للعب بورديم اللي حطها اه على يمين الحارس وكانت الكرة في المقص كانت في غاية الصعوبة طبعا وليسجل عشان يسجل هدف جميل جدا اللاعب آآ بورديم كان فيه اهدار فرص غريب جدا من آآ اللاعب بالقسمي بالقسم النهاردة اهدر العديد والعديد والعديد من الفرص وايضا اللاعب عبد الرحمن مزياني عبد الرحمن مزياني والاخر اهدر اكتر من فرصة للتسجيل فريق تحاد العاصمة فريق تحاد العاصمة كان على ملعب كان يوصل لمرمى الخصم المرمى كثير جدا لكن الفعالية كانت صفر كانت فيه اكتر من تمن تزديدات من فريق تحاد العاصمة كلهم كانوا خارج المرمى لذلك اعتقد اهدر انتقادات كبيرة جدا من الجماهير اللاعب القسمي وعبد الرحمن مزياني الذي اهضره عديد من الفرص للتحاد العاصمة على الرغم من فريق كان عنده حالة طرد لكن مع ذلك اهدر يحافظ النتيجة وقدر يطلع آآ بسلاس نقاط هامة جدا. الشيء اللي بيعجبني الفريق شباب بلوزاد مؤخرا آآ الحاجة اللي بتعجبني فيه جدا ان الفريق حتى لو في اسوأ حالاته بيقدر يفوز ويقدر يحقق السلاس نقاط ودي ودي سماء جيدة وسماء من سمات الابطال. اعتقد فريق شباب بلوزاد في الفتر اخيرة بيتحلق بهذه الشخصية. آآ لانه النهاردة زي ما شفنا يعني لعب مباراة جيدة الى حد ما لكن آآ كان في حالة طرد زي ما قلنا مع ذلك الفريق لعب وقدم اللي عليه. فريق اتحاد العاصمة المسم ده انا اعتقد يقدم مسم جيد الى حد ما لكن آآ اهضار الفرص ومسلسل اهضار الفرص مازال مستمر بالنسبة لفريق اتحاد العاصمة اعتقد الامر يحتاج الى واقفة الاستحواز النهاردة كان خمسة وخمسين في المية لفريق شباب بلوزاد مقابل خمسة واربعين للتحاد العاصمة زي ما قلنا كان آآ فيه تقارب في المستويات وتقارب حتى في الاستحواز والتزديدات والركنيات كل شيء النهاردة كانوا الفريقين قريبين جدا من بعد لكن الفعالية امام المرمى كانت في صالح فريق شباب بلوزاد في نهاية الفيديو انا بشكركم ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك